نهاردة كان ختام معسكر النادي الأهلي في النمسا الحقيقة إذا كنا هنتكلم عن هذا المعسكر فهو معسكر ناجح ومفيد للنادي الأهلي قبل بس ما اتكلم في أي حاجة عايزة أشكر طاقم العمل اللي كان متواجد في النمسا الحقيقة سواء زميلنا محمد فاروق أو كل الزملاء فاروق صلاح أنا آسف أو كل الزملاء اللي كانوا موجودين هناك لأنه عاملين شغل جيد جدا وكنا تغطية متواصلة ومستمرة لكل تفاصيل معسكر النادي الأهلي في النمسا كل حاجة كانت بتحصل هناك كانت مع حضراتكم على الهواء مباشرة من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 2 بالليل ويعني كل حاجة حضراتكم عايزينها كانت متواجدة على الهواء مباشرة لكن كل اللي قدر أقوله أن المعسكر ده كان حقيقة معسكر متعدد الأهداف والفوائد بالنسبة للنادي الأهلي وجهازه الفني واللاعبين لاعبين جدد دخلوا بسرعة في الفريق قدموا مستويات جيدة في التمرين والمباراة الوديا اللي تلعبت أولهم طبعا إمام عشور وريضة سليم اللي اندمج بسرعة مع لعبة النادي الأهلي وده اللي شفناه من خلال المعسكر اللي نقلناه لحضراتكم وعودة صلاح محسن وباقي اللاعبين اللي تم تصعدهم المعسكر الحقيقة كان فرصة رائعة للمرسيل كولر المدير الفني إنه هو يحاول إنه هو يوصل أفكاره ويجرب كل اللي هو عايز يعمله من الناحية الفنية لأنه كان دايما السنة اللي فاتت يقولك أنا ما عنديش وقت إن أنا أعمل أي حاجة ولكن السنة دي كان بيحاول يوصل كل اللي عايز يعمله اللاعبين لأن المرحلة اللي جاية مرحلة صعبة مرحلة مختلفة خلي بالحضراتكم لما بنقول عناصر جديدة بقى منتكلم على كريم ندفت كمان هاعتبروا عنصر جديد لأنه الراجل ما شافوش أو ما شتغلش مع الراجل صلاح محسن نفس الكلام كل هذه الأسماء اللي قابلين المصعدين من الناشئين